موسيقى طبعاً نحن اليوم اللي عم نشاهده أنه مشاركة الشباب المسابقة الماراتون اللي قامتوا بنظمة الحج الثورة مع وزارة التربية بالتأكيد شفنا الشباب والكتب اللي مطلعين عليها واللي مناقشينها واللي حقيقة هاي تجربة أولى تقيمها المنظمة لأول مرة بتاريخ المنظمة يقام هذا الماراتون الطلابي الشبابي وخصصاً للمرحلة الاعدادية يعني احنا ركزنا بالمنظمة على المرحلة الاعدادية لأنه هاي المرحلة مهمة بالنسبة لأنه هؤلاء الشباب عانوا بفترة الحرب وبالتالي لازم الاهتمام فيهم أكبر من الشراحة الأخرى لأنه هؤلاء كانوا بمرحلة ابتدائية وبالتالي لابد من المنظمة أنه تطلع لهم بأفكار جديدة تطور عملهم الاتحاد بحياة المنظمة ويطلعوا برؤى جديدة وأفكار جديدة جيت هوني على المسابقة طبعاً كان من تشجيع من أهلي من كذا وهيكي فأول شي خضعت الامتحان على مستوى المنطقة أو على مستوى الفرع بعدين هلا على مستوى السورية حضرنا قوي شيء للروايات قرأنا الروايات قبل بس نحن حضرناهم ونلخصناهم عبارة المسابقة هي تلخيص كل رواية بصفحة وحدة فحسب الروايات اللي انتي قارئت يوم مسناء وهيكي نحن نلخص فأنا لخصت خمسة وشري رواية خطيت المراحل الأولى وجيت على مرحلة على مستوى القطر والحمد لله كل الأسئلة ناسبتني وأنه جوابت عنها وكانت تلسى الأسئلة لأنه اللي متأكد من نفسه بالنسبة له سهلة للأسئلة ترجمة نانسي قنقر